ده مثلاً السيد رئيس الوزراء رد بشكل قوي جداً على جملة بقالة شهور بل أكاد أزعم بقالة سنين وكانت الحكومة تعتقد بشكل طيب إنه الناس فهمة ما أنتوا فهمين يعني أنتوا ليه بتقولوا كده الجملة هي إيه أنتوا إزاي بتصرفوا الفلوس على المشروعات القومية الجملة دي بقالها دي سنين ولم نرى بشكل واضح زي اللي حصل النهاردة بشكل بارع بشكل فيه معلومات من السيد رئيس الوزراء أو مسؤولين آخرين إنهم ما يشرحوا للناس إيه أهمية المشروعات القومية بشكل مفصل يعني مش إنه إيه والله يا جماعة دي حاجات عندما مفيدة بالنسبة لكم الدولة بتصرف علشان تعلموا تقلق النهاردة رئيس الوزراء أخد وقت علشان يرد على هذا الأمر ويقول للناس على الجملة اللي هي بقيت يعني مستهلكة إيه المشاريع القومية إيه الصرف ده وإنتوا ضيعتوا فلوس البلد في إيه ما لو الفلوس موجودة دلوقتي عايز أوري حضراتكم شرح السيد رئيس الوزراء النهاردة عن هذا الأمر وأنا رأيي إنه هذا الأمر الذي حدث اليوم هو أمرين آخرين من الأهمية بمكان في هذا المؤتمر الصحفي اللي تم الإعداد له بشكل جيد كان فيه كل الوزراء المعنيين بالأمر موجودين شرحوا أشياء كثيرة خلينا نسمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وهو بيرد على مقولة أنتوا ضيعتوا الفلوس فين نسمع المشروعات القومية ودورها ويمكن أنا بحاول هنا معلش اسمحولي لإن إحنا دايما إحنا شايفين السوشيال ميديا بتقول إيه وبعض الناس بتتكلم إزاي لما حصلت الأزمة الروسية الأوكرانية ابتدى بعض الناس يقول لك يعني أهوق بصوا بسبب المشروعات القومية أو يعني قللوا شوية وبطقوا المشروعات القومية أصلا هي المشروعات القومية اللي ممكن تكون زودت لنا وعملت لنا بعض المشاكل لكن أنا عايز أقول إن كل يعني كل المشروعات القومية تلتة لإستثمارات العامة كترايحة لهذه المشروعات القومية وخليني كده استعرض مع حضركم إيه المشروعات القومية للدولة اشتغلت عليها ونفكر مع بعض هو كان ينفع أي مشروع منه ما نعملوش رأي حراكم إيه في الكهرباء كيف كان وضع الكهرباء في مصر في 2014 حراكم نفتكر طيب الغاز كانت مصر بتستورد غاز ولولا الاستثمارات الهائلة اللي اتعاملت وضخت خلتنا النهاردة عندنا اكتفاء ذاتي وبنصدر طيب هقول لحراكم حاجة طيب لو كان وضعينا في الغاز وما استثمرناش وكان الوضع زي ما هو وجدت أزمة روسيا وأوكرانيا كان إيه اللي حيحصل كنا حنستورد غير البترول غاز طيب هو أسعار الغاز زادت قد إيه حراكم متابعين طيب كيف سيكون حل مصري في هذا الوقت كنا حنجيب منين عملة صعبة عشان نقدر نعمل هذا الكلام طيب بلاش الكهرباء والغاز مشروعات المية والصرف الصحي ومعالجة هذه المحطات وإعادة استخدام المية المعالجة عشان نستفيد بكل نقطة مية النهاردة إحنا محتاجينها قطع الاتصالات اللي عملنا فيه طفرة كبيرة جدا والنهاردة مصر ويمكن كان يعني معالي وزير الاتصالات لسه بيعرض قدام فخامة الرئيس إن مصر النهاردة أصبحت رقم واحد أفريقيا في خدمة الانترنت مننا كنا في الآخر خلص متأخرين بعض الناس يقولك طب الانترنت آه الانترنت بقى النهاردة إحنا في العالم بقى عايش كله ولولة أزمة خلينا نفتكر أزمة كورونا بقى العالم كله بيتعامل بين خلال المنظومة الافتراضية طب أنا لما كنتش حسنت شبكاتي برضو كيف كان سيكون حال مصر تطوير المناطق الغير أمنة والعشوائية اللي رفعنا بيها وحضراتكم كل المصريين عارفين مئات الألاف من الأسر كانوا عايشين في مستوى عامل إزاي شبكة الطرق والنقل اللي مرة أخرى أنا بأكد لحضراتكم كخبير تخطيط عمراني قبل ما كون رئيس وزراء لو لهذه الشبكة لكانت شوارع مصر عبارة عن جراش ولم تكن لتتجاوز حركة السيارات سرعة التمانية كيلو في الساعة مش أنا اللي كنا بنقول المؤسسات الدولية قالت مصر عشرين عشرين كلام ده كانوا بيقولوا في ألفين وعشر ستتحول شوارع مصر إلى جراشات العربيات هتبقى مكدسة وما ينفعش أنك تتحركوا طب لو إحنا يعني لو لهذه الطفرة الكبيرة اللي خلت مصر تقفز بمعدلات كبيرة جدا في شبكة الطرق والأهم طب أنا كمواطن هو أنا كنت حارف أتحرك من بيتي لما كان عملي لو ما كانت الشبكة الطرق دي كانت موجودة بدل ما كنت النهاردة باخد تلت ساعة كان ممكن أخد ساعتين طب كنت حوصل إزاي اللي ما كان عملي كل دي استثمارات النهاردة الدولة المصرية بتعملها كمشروعات قومية مشروع حياة كريمة وأنا مش محتاج أن أقول هل هذا المشروع العظيم النهاردة الدولة تقدر تتأخر عنه اللي هو مطلب أهلينا في الريف كله هذه المشروعات لا يمكن إطاقها لأن ديه الإحتياجات الأساسية للمواطن المصري للنهاردة والقدام مشروعات المدن الجديدة اللي بتتعمل أنا بس عايز أقول لحضراتكم لما برضو أثير وتقال هل هو ده الأولوية والكلام ده كله حضراتكم ارجعوا لمطبطة مجلس الشعب في بداية التمانينات كان أعضاء مجلس الشعب استدعوا وزير الإسكان في هذا الوقت المرحوم حساب الله كفراوي وقالوا له هو إيه جدوى أنك تعمل مدن العشر من رمضان وستة أكتوبر والسادات وبرج العرب والشيخ زايد والكلام ده ملهاش لازم النهاردة هذه المدن بتستوعب عشرة مليون مواطن مصري ده غير كل الصناعة اللي في مصر بقت موجودة في هذه المدن هقول لحضراتكم لو ما كانتش المدن دي تعملت ممكن حراكم تقولوا لي كيف كان سيكون شكل مصر كان العشرة مليون دور كانوا حيبقوا على فينه كانوا حيبقوا على الأراضي الزراعية وكانش حيبقى عندنا الصناعات اللي موجودة يعني ده مثال بسيط على فائدة المؤتمر الصحفي لأنه خلينا أكون صريح معاكم في مصر أما كان الناس تتكلم على المشروعات القومية والفلوس تصرفت فين ما كانوش يقصدوا حاجة غير العاصمة الإدارية مش ده بصراحة أنا بتكلم بصراحة هو يقول لك إيه ده العاصمة الإدارية هو ده المشروع القومي اللي في دماغ الناس نهاردة رئيس الوزراء شرح للناس الفلوس بتروح فيه فعلا أنتوا نسيتوا الكهرباء نسيتوا الغاز نسيتوا الزراعة نسيتوا الصناعة نسيتوا تطوير البنية التحتية ومنها إقامة مدن جديدة وعلى فكرة المدن الجديدة دول عشرين مدينة غير العاصمة الإدارية اللي هو موجودين في الظاهير الصحراوي للعديد من المحافظات اللي اقتصد جدا فطبعا يعني اللي أنا بقوله إيه إنه شوية الماينسيت أو تزبيطة الدماغ بتاعت الرأي العام يقول لك آه ده هو بقى إحنا عاديين هم زنوا علينا هي العاصمة الإدارية هي الكباري بتاعت مصر الجديدة هو مفيش حاجة غير كده وزن زن زن وتقول إيه أيوة إحنا ما كناش عايزين كل الكباري دي إيه العاصمة الإدارية دي بس إنما إنت بتشوف فلوسك راحت فين والفلوس راحت فين عشان لما جات الأزمة الناس سؤالت لك إيه ما هي لو كانت الفلوس موجودة دلوقتي طيب طب وهي الفلوس في فرنسا راحت فين وهي الفلوس في أمريكا راحت فين وهي الفلوس في بريطانيا راحت فين لما جات الأزمة جونسون قال لهم إيه في بريطانيا قال لهم أنا آسف أنا مش حادر أنقذ كل حد فيه ناس حتضيع مننا نهاردة رئيس الوزراء بيقولك إحنا موجودين لنتصدى بنيابة عن المواطن يعني أنا حاخد موجات وادفع فروق بنيابة عن مواطن بنيابة عن مواطن في الأمح بنيابة عن مواطن في البنزين بنيابة عن مواطن في الكهرباء بنيابة عن مواطن في الدرة بنيابة عن مواطن في الزيت أنا موجود بقدر ولكن طبعا في قدرة حيتصرب وده اللي لازم أنا أقوله لك في قدرة حيتصرب من هذا الغلاء وتصرب بالفعل وإنت شايفه هل اللي إنت شايفه ده آخر حاجة؟ لا